أهلا بكم مشاهدين في حوار حصري جديد على فرانس منتكاتر ضيفنا اليوم هو الأمير المغربي مولايه شام العلوي الذي أصدر كتابا بعنوان يوميات أمير منبوذ كتاب يتطرق فيه المؤلف إلى طفولته داخل القصر الملكي المغربي إلى مصاره الأكاديمي خارج المغرب وإلى علاقاته مع العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وكذلك مع ملك المغرب محمد السادس مولايه شام أهلا بك شكرا لحضرك معنا شكرا سيدتي على استضافتكم شكرا لك بداية أود أن نتوقف عند فكرة الكتاب وحتى عند غلاف هذا الكتاب قبل أن نحاول صبر أغواره معا لك هنا صورة وعنوان كما قلت يوميات أمير منبوذ بداية ما الذي جعل من مولايه شام أميرا منبوذا أولا أود أن أقول أن العنوان بالعربية لا يعكس عمق العنوان بالفرنسية فهناك من ترجم بني إلى منبوذ أو منطرود في حين أن العنوان أو الكلمة بني بالفرنسية تدل أو تدل على شيء آخر أنا وهو الأدوات التي يستعملها المخزن والتي يستعملها السلطة التقليدية في المغرب لعزل شخص ولتهميشه وليبعاد الناس من الاقتراب منه خوفا على أنفسهم وعلى مصالحهم يعني أكثر مهمش منه منبوذ فهو نوع من التجريد للإنسان هو نوع من العنف البسيكولوجي النفسي لتجريد الإنسان من بعض عناصر الإنسانية حتى يبقى معزول ويذكرني هذا طبعا وبالتحفظ ما يخص المقارنة لأن الأستاذ عبدالله إبراهيم كان إنسان عملاق يذكرني في الأستاذ ملي عبدالله إبراهيم الذي كان طبعا رجل سياسي وعملاق في المغرب هذا الشخص رفض أن يدخل في الصفقات الصغيرة ورفض أن يدخل في التعاقدات الصغيرة مع المرحوم الملك الحسن الثاني فبقي أستاذ في الجامعة فكان يزور الوالد ويأتي للبيت يأتي وحده ويضرب الجيش أو الشرطة على الباب تضرب له سلام وإنما كان مثل صمعد حسان شامخ لكن لا يقتربه أحد نبقى دائما في الغلاف ونرى فيه على صدرك شارة جامعة برينستون التي درست فيها وكأنها طريقة جديدة لتؤكد على مسارك الأكاديمية الذي كان خارج المغرب والذي كانت له بعض الحزازات سوف نعود إليها بعد قليل هل كانت هذه الإشارة مهمة إلى هذا المسارك؟ لا هذه الإشارة تبقى معي في كل المناسبات ولا تفارقني وفي الحقيقة برينستون أمي الثانية أمي الأولى هي الأميرة الصلح وأحبها أكثر من كل شيء لكن هذه أمي الثانية ترعرعت داخلها وتعلمت كل شيء داخلها وننتو استقلاليتي داخل برينستون وهذا ما سنعود إليه في التفاصيل هنا بهذا الكتاب تقول سمو الأمير أنك تأخذنا وتأخذ القارئة إلى أروقة الحكم في المغرب ما وراء الأصوار التي على حد تعبيرك تفصل الملك عن رعيته فدعنا ندخل في هذه الأروقة وبداية الحديث عن علاقتك بالعاهد المغربي محمد السادس قبل أن نعود إلى الطفولة وإلى البدايات أودنا سألك أنت من مواليد مارس 1964 ترعرعت وكبرت في هذا القصر الملكي إلى جانب أبناء عمك من بينهم محمد السادس اليوم وكذلك الأمير مولاي رشيد والأمير تقول عنه آنذاك عندما كان أميراً الأمير سيدي محمد إنسان رقيق ومهذب وتقول كبرنا متحيدين حدثنا عن هذه الفترة بالذات في علاقتك كل هذه الطفولة التي قضيتها إلى جانبه سيدي محمد أو جلالة الملك محمد الخامس كان أكبر مني وأكبر مني من ثمانية الشهور محمد السادس محمد السادس فكبرنا سوياً كان الوالد الله يرحمه يحبه حباً عميق وكان دائماً مع الوالد فأنا ربيت مع جلالة الملك محمد السادس وطلعنا عنها سوياً يعني كبرنا جميع طبعاً نشأت وترعرعت تحت الظل الوالد إلى وفاة الأمير مولي عبد الله ثم حينئذ التحقت مباشرة إذا استطيع القول إلى خلية الملك الحسن الثاني وبقيت بيننا العلاقة متينة إلى غاية أظن 95 حينئذ أنا الواقع المسؤولي علي لأنني أنا اخترت وأنا ترعرع وأن أشق طريقي بعيد عن إكرهات وعن قيود القصر وأن أكون حراً ثقافياً وحراً فكرياً ثم طبعاً بعد هذا كان انشقاق سياسي هذا الانشقاق كان مهماً لسيما عندما أصبح هذا الأمير ولي العهد سيري محمد أصبح هو العاهل المغربي وبدأ منذ غدات دفن الراحل الحسن الثاني عدت إلى المغرب وكنت من من وقع البيعة لهذا الملك الجديد لكن بدأ الانفصال من هنا وبشكل وقطيع كبير ما الذي حدث في ذلك اليوم؟ لفهم هذه المسألة لابد أن نعود إلى الفكرة الأساسية لهذا الكتاب الفكرة الأساسية لهذا الكتاب وهو تفسير هيكلة الدولة بصفة عامة والدولة المغربية ترتاح على بنيتين البنية التقليدية المتعرفة عليها بالمخزن والبنية الحديثة وهي التي تتضمن مؤسسات وتتضمن الاقتصاد والبنية التحتية فالفكرة الأساسية في هذا الكتاب وهو ازدواجية الحكم في المغرب وكيف أن الدولة الحديثة في المغرب في الحقيقة تسير على طريق تسير إلى جانب السلطة التقليدية وتخدم السلطة التقليدية وفكرة الكتاب أن هذا التعايش أو هذا التوازن بين الاثنين هو في التلواقع معوق كبير لمستقبل المغرب ويرهن مستقبل الملكية تتحدث هنا عن نظام المخزن الذي هو مجموعة بطبيعة الحال من الأشخاص الذين يحوطون بالملك والسلطان أيام كان هناك سلطان بالمغرب وهنا من بين الأشياء التي قلتها بعد وفاة الحسن الثاني للملك الجديد قلت له من بينها يجب انفتح أكثر على المعارضة يجب ربما عدم التعامل بنفس الطريقة مع النخبة العسكرية إلى غير ذلك وهناك من رأى ومنهم مقربين من الملك من رأى أن مولاي هشام أمير يلقن دروسا للملك الجديد هذا ما ساعد في هذه القطيعة؟ هناك طبعا كانت مقاومة إيديولوجية للبعض الحرس القديم ولكن هناك أيضا مقاومة المصالح لأن المصالح اليوم هي التي تشكل الحاجز الكبير للانتقال نحو الديمقراطية مصالح الحرس الجديد؟ هي اللوبيات اللوبيات دخلت وتسيطر على جيوب بأكملها جيوب في الاقتصاد المغربي فطبعا المقاومة كانت مقاومة محافظة طبعا إيديولوجية وكانت هناك مقاومة عملية مبنية على المصالح إلا أنني بصرف النظر عن التفاصيل ما قلت لجلالة الملك وهو ضرورة التخلي على المخزن لفائدة الدولة الحديثة وهي الدولة التي سوف من أجلها نرسخ السيادة الشعبية فصل الصلاة وبالتالي ديمقراطية وبالتالي ملكية ديمقراطية هذا هو جوهر الموضوع وأنت تتحدث مع الملك آنذاك ونبقى دائما في جوهر هذا الكتاب هل كنت تحس أن هذا التغيير لا يمكن لك أن تشارك فيه حتى حضورك يوم البيعة للتوقيع جئت ببدلة عصرية وليس بجلابة مغربية مثل باقي الأشخاص هل كنت تعرف أنك فقط مار وعابر سبيل تعطي بعض الأفكار وبعد ذلك تنطلق أنا كنت أعرف أن المخزن حيوان وأن المخزن سوف سينتقم وسوف سيطلب مني الخروج من القصر وهذا بالضبط ما حصل لذلك أتيت بالبذلة الفرنسية لأريأ للجميع لأظهر للجميع بأن ليس لدي طموح أكثر من إعطاء رسالتي وفتح صدري للملك وهذا ما فعلته عملت قمت بواجبي العائلي والوطني ثم لم قيل لي ابقى في مكانك بقيت في مكانك انتقادتك مولاهي شام لاذعة بالنسبة لمحمد السادس وبعد ذلك على حكمه تقول مثلا إنه سمي بملك الفقراء لكنه جعل الوعود تتراكم ودون الوفاء بها وذلك رغم أن العديد من المراقبين الشأن المغربي يعتقدون أن هناك ويقولون أن هناك إصلاحات تمت خلال حكم وخلال عهدة محمد السادس المتواصلة ليس هذا ما تظنونه اليوم أولا أريد أن أقول شيء بالنسبة لهذا اللقب أمير الفقراء هذا اللقب عبارة عن شيء بحثت أو تم البحث عنه من قبل بعد المكاتب بعد الشركات المختصة بالتواصل في باريس ثم بحثوا في الكتوب الفرنسية ووجدوا هذا اللقب وعادة يأتي هذا اللقب كانوا يلقب به طبعا الملوك الفرنسيين لغوة دي بوب وكان يأتي هذا اللقب يصاحبه لقب آخر وهو الملك الكسول فهذا من منتهى البطش ومن من منتهى اللامس أولية من أتى وأحضر وأدخل هذا في أدبيات اللغة السياسية والقاموس المغربي السياسي الجديد هذا لكن ماذا عن حقيقة هذا الملك الذي يرى الكثيرون أنه قام بإصلاحات في الملك؟ هذا الكتاب هو عبارة عن حصيلة ليس فقط عن ما استطعنا أن ننجزه والإنجازات كثيرة وكبيرة ولكن ما استطعنا ما كان في ودنا وفي إمكانياتنا أن ننجزه ولم ننجزه لأن لسبب هذا الثنائي الموجود في هرم الدولة وهو المخزن والدولة الحديثة الدولة الحديثة والملك نعرفه هذا النظام نظام المخزن عن من تتحدث بالضبط؟ أتحدث أولا عن ائتلافات اللوبيات لديهم مصالح ثم أيضا ممكن أن ندخل الأحزاب السياسية لأن الأحزاب السياسية منخرطة في هذه اللعبة السياسية وممكن أيضا أن نقول أن هناك آليات وميكانيزمات لدى المخزن لتقيد الجميع في لعبة سطحية ولعبة لا ترميهية في مثابة التحايل على التغيير وليس مواجهة التغيير مناهي شام سوف تتم مضايقتك في عدة أحيان ونرى ذلك بالتفاصيل في هذا الكتاب لكن بعد أحداث سبتمبر 2001 سوف تشهد مرحلة جديدة في هذه المضايقات ومناهي شام يصبح لما جاء على لسانك تصبح إذن بالنسبة لهم خطرا أميا وسوف تتغيى طريقة مضايقتك ما الذي حدث؟ هو ما نعيشه الآن في الواقع هو امتداد لعنوان أظن الفصل الثالث من الكتاب وهو يسمى كوفوغي وفي الواقع ترجمة لهذا اللفظ هو ضربات تحت الحزان فما نشهده اليوم هو امتداد فسوف نتعرض للسب للشتم لفبركة ملفات أمنية للترويع للتخوين وقد نتعرض أيضا للخروج عن الجماعة هذا كل شيء وارد للملاحقات السوريالية التي رأيناها وشاهدناها في باريس الأسبوع الماضي على كل حال هذا نصيب لكل من يختار هذا الطريق وأنا اخترت هذا الطريق وأنا سأواجه هذه التحديات من بين يعني كل في العديد من المراحل حياتك تقوم بكتابة مقالات أو تتحدث في مؤتمرات إلى غير ذلك للإدلاء برأيك بكل حرية رياح الربيع العربي طالت المغرب وجمعنا حوار آنذاك بعد خطاب الذي كان رد الملك على بداية هذا الربيع العربي وكانت انطلقت رزمة إصلاحات وتعديلات دستورية وجاءت انتخابات ووصلت طيار الإسلامي إلى الحكم إلى غير ذلك وأنا كنت تقول لا يجب التشويش على ذلك ويجب الانتظار لنرى ما الذي سيحدث لكن يبدو أنه خيب أملك اليوم انتظرنا ورأينا لكن هل تحدث ثورات في بلاد سنوات؟ وضع دستور لأي بلاد هو ليس استحقاق ليس حدث هو مسلسل سياسي ماذا حصل في المغرب قبل الدستور؟ حصل أن تم تجنيد الأئمة وتم تجنيد المساجد من أجل التصويت في نعم تم إنزال إلى الشارع زوايا بأكملها للتصويت بنعم ثم هذا ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة 98% هل هذه نتيجة حقيقية؟ ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ هل هناك تغيير؟ ماذا حصل؟ رزمة القوانين التنظيمية لم ترى النور حتى الآن أنت تذكرين وتتحدثين عن انتخابات ما هي انتخابات؟ الانتخابات في المغرب هي عبارة عن ماذا؟ هي اليوم في النظام السياسي المغربي كما نعرفه الداخلية أو السلطة لا تسرق الصناديق الأموات لا يصوتون وإنما الانتخابات مزورة هيكليا حيث أن لا يمكن لأي طرف أو أي حزب ليفوز بالأغلبية المطلقة فالكل مضطر إلى بناء ائتلافات ركيكة وإئتلافات معرضة للوقوع في أي لحظة وأخيرا ماذا تعني انتخابات لا يشترك فيها إلا 50% من جسم السكان؟ ما معنى هذا؟ لكن هناك عدة دول ديمقراطية نسبة المشاركين؟ لكن دول ديمقراطية لأن الدول ديمقراطية تعرف عياء ديمقراطية ولكن لا نرى ذلك في بلدان تعرف وبنفروض أن تعرف أن تعيش انتخابات سيسية هل أي يمكن من نسبة لك أن تكون 98% من المغاربة قد صوتوا كذلك لهذا الدستور؟ مثلا لأنهم رأوا ما يحدث في باقي البلدان أم أنه أنت ترى أن التخويف بما يحدث عند الجيران لا يكفي؟ وحينئذ لم يكن شيء حينئذ انفجر الربيع العربي ولكن النظام المصري لم يعرف انقلاب حينئذ لم نعرف القلاق الأمنية التي نعرفها اليوم في ليبيا بنفس الطريقة لم تكن هناك حرب أهلية في سوريا هذه النتيجة جاءت في وسط الهدوء السياسي الإقليمي والوطني مولاي هشام أنت تكتب في هذا الكتاب أن الحسن الثاني العاهلة المغربية الراحل كان لا يطيق انتقادات والدك مولاي عبدالله لأنه كان يذكره بأنه ليس محمد الخامس ألا تعتقد أنك تفعل نفس الشيء مع محمد السادس وتذكره بأنه ليس الحسن الثاني؟ أولا والدي لم يقدم انتقادات لي كان دايما في صيغة نصائح وكان دايما حافظ على الاستمرارية بداخل العائلة الملكية حيث أنه كان يطمح إلى تحسين الأوضاع ولكن لم يتقد أي موقف علنية أما أنا فأعتبر نفسي مثقف وعيشت بانسجام مع هذه الإرادة حيث أنني خرجت من البلاط وعيش وأترعرع وأنمو خارج البلاط سوف نعود سنوات إلى الوراء وفي بداية هذا الكتاب تتحدث عن العائلة التي ترعرعت داخلها وتحدثنا عن العائلة المغربية الراحل محمد الخامس تحدثنا عن علاقته كأب وكملك كذلك مع أبنائه وعلاقته بالشعب وبالحركة الوطنية وما جاء بعد الاستقلال وتقول أنه حتى في النهاية لم يستبعد أن يشرك هذه الحركة الوطنية في حكمه ما هي الصورة التي لازالت اليوم عالقة بزهن مولاهي شام عن هذا الجد؟ شوف طبعا أنا المغفور له محمد الخامس سمع عرفه وكل ما كتبت في هذا الكتاب هو بناء على الشهادات وبناء عن ما قيل لي ما قيل لي من عمي الله يرحمه وما قيل لي من والدي الله يرحمه ومن مصادر أخرى المهم أن جليل الملك محمد الخامس بمجرد مجال استقلال عاش فترة توطر صعبة لأنه واجه زحف من قبل القوى السياسية الأخرى مبادرات وأفعال سياسية هدفها هو الاستلاء على الدولة وتهميش الملكية والقضاء على المخزن فتصدى محمد الخامس إلى هذا الهجوم مع مساعدة الأمير مولي الحسان يعني جلالة الملك محمد الخامس ثم مكن أو استطاع أن يفرض نفسه ويفرض التوازن هذا الثنائي الذي نتكلم عليه استطاع أن يفرضه على النظام السياسي المغربي ولكن كان إنسان مرن ولي فتمكن من البقع فوق المعترك السياسي وهالته المعنوية الذي نالها والذي كسبها أثناء طوال هذه السنوات مكنته من البقع فوق المعترك السياسي ولكن لم يحسم بنفس الطريقة لم يحسم أحدا من المنوك بعد الاستقالة لم يحسم هذا الثنائي العلاقة بين هذا الثنائي المخزن والدول الحديثة هل يمكن الحسم في هذه القضية؟ هل يمكن الفصل؟ أنت بنفسك في هذا الكتاب تطرح عدة أسئلة وتقول هل من الممكن بالنسبة لملك مغربي أن يفصل ما بين هذه الملكية وهذا النظام نظام المخزن هل هذا يعني نهاية هذه الملكية إذا تم الفصل وقطيعة كبيرة كما أنت تطالب بها؟ إذا كان هناك إذا كان هناك يعني يقين أن بقاء المخزن أو سأقول نهاية المخزن هي أمر حتمي فإن بنفس الطريقة الانتقال إلى ديمقراطية إلى ملكية دستورية فهي عملية مليئة بالأخطار أنت تقول ليست لدينا ملكية دستورية بل هي ملكية بدستور هذا صحيح ما الفرق؟ لماذا مليئة بالأخطار؟ مليئة بالأخطار لأنه كما قلت هناك لوبيات تقاوم بأن الظروف الظروف اليوم غير ملائمة أو مشي بنفس الطريقة بأن هناك نقصان في الموارد الاقتصادية هناك تراجح في الاقتصاد هناك غضب شعبي هناك ظروف إقليمية صعبة وبالتالي وليس ذلك فقط بس لا أرى من أين سيأتي هذا الدافع للانتقال الديمقراطي لن يأتي من قمة الهرم الملكي لن يأتي من الأحزاب السياسية لأنهم يعيشون ظروف صعبة لأنهم أدمجوا في أعماقهم الهزيمة وأيضاً انقطعوا وانفصلوا من القواعد السياسية وأيضاً لا أرى هذا الدافع من الخارج لأن الخارج كان يساعد عبد الرحمن يوسفي اليوم الخارج كأنه ابتعد وينظر ويترقب وينتظر فهذه كل التحديات جديدة التي يواجهها تواجهها دمقرة البلاد تتحدث كثيراً في هذا الكتاب عن العائلة المغربي الراحل الحسن الثاني بطبيعة الحال ترعرعت إلى جانبه وقلت أنه حتى أنك كنت مقرب إليه في سبعينيات القرن الماضي أكثر من في بعض الأحيان من الوالد الذي كان ربما غير حاضر في بعض الأحيان وقلت كان يعطينا إحساساً بالأمن تحدث هنا عن الحسن الثاني ماذا عن والدك الذي تقول عنه كذلك أنه كان يريد أن يلعب ربما دوراً إلى جانب الحسن الثاني إلا أنه لم يتمكن من ذلك طبعاً لم يتمكن من ذلك أولاً لأن هناك شخصية الملك الحسن الثاني كانت شخصية قوية جداً لا تسمح لأحد من الاقتراب ولا تسمح لأحد أن خروج من دائرة ضيقة يضعاكاً للكل جانب الملك محمد السادس كان عبارة عن مخرج سينمائي بارع عنده خشبة ويضع كل واحد في دائرته ولا يوزع الأدوار تتحدث عن الحسن الثاني هنا يوزع الأدوار حسب منظوره ولما يرفض أحد الدور الذي أعطي له فيوبخه وإذا رفض مرة ثانية يقمعه وإذا رفضه المرة الثالثة يطرده من بين شخصيات التي ربما كان لها هذا الاحتكاك مع العاهدة المغربية الراحل كانت الأميرة لم ياء الصلح هي والدتك هي تنحدر من عائلة كبيرة في لبنان عائلة الصلح بطبيعة الحال وكانت لها عبر هذه العائلة علاقة مهمة في الشرق الأوسط وكذلك في الخليج شيء الذي سهل بالنسبة لمولاي عبدالله وبالنسبة لك بعد ذلك علاقات خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج لكن قبل ذلك ربما كانت هي كذلك تغيرت نظرتها إلى الملكية رؤيتها آنذاك ليست رؤيتها اليوم بالنسبة لمحمد السادس لا طبعا استعرفوا الأميرة لمية دفعت عن بيتها وعن عشها ودفعت يعني بشراصة أمام ظروف استثنائية ومكنت من الوالد أن يكون لنفسه ويبنبني لنفسه كيان سياسي كان أبي يفتح بيته لأفراد المعارضة للزوار من الخارج وكانت السبب الأساسي أو كيف أقول الحصن الأساسي لفعله كانت الوالدة طبعا لما مات الوالد تحاول الملك الحاسن التاني أن يدمجنا إلى العائلة بطريقة غير مشروطة إلا أنها هي لم ترى اعتراض لذلك ولكن أرادت أن يستمر اسم الوالد بعد موته فأيضا مكنتنا بالمحافظة على هذا الكيان ثم اليوم هي بالفعل كانت دائما تربطها مع العائلة الملكية كل العائلة علاقات ودية وترى في محمد السادس ترى ابن الأخ أو ابن الأخت الذي ترى رعى بين أيديها وترى فيه هذا الشخص اللين هذا الشخص الذي قلبه مليء بالدفء هذا الشخص الذي عنده خصل الشخصية كل هذه الخصل طبعا موجودة كلها في الملك التقييم هنا تقييم عن نتيجة سياسية ليس عن الشخص طيب محاولة الإنقلاب ضد الحسن الثاني في بداية السبعينيات غيرت أشياء كبيرة وأشياء كثيرة سواء في علاقات والدك بأخيه كذلك في حكم الحسن الثاني للمغرب وفي نظرتك أنت لهذا العمل الذي كنت مقربا منه حدثنا عن هذه الفترة كانت محاولة الإنقلاب أكبر صدمة أكبر ضربة تلقها الملك الحسن الثاني وتلقتها الأسرة المالكة في تاريخ الحديث لماذا؟ لأننا رأت في ذلك خيانة من قلب المنزل خيانة من قلب إحدى مكونات دار الملك وليس فقط المعارضة التي كنا نرى إليها أنها امتداد للثبات التقليدية إلى آخره الملك الحسن آنذاك كان في فترة في حكمه كان يعول أو يتكئ على الجيش لكن بعد الانقلابات بدأ يتكئ وبدأ يعول على وزارة الداخلية وعلى الشرطة إلى آخره كما أنه كان يحس بعزلة لأنه كان يعلم آنذاك ما نعرفه ما نعرفه الآن أن هناك بعض عناصف الحراكة الوطنية كانت يعني تواطأت مع قيادة الجيش من أجل منقلاب ثم عارف الحسن الثاني بأنه كان معرض لخطر فماذا عامل الحسن الثاني الحسن الثاني وسع قاعدة حكمه بحيث أنه قام بالمسيرة الخضراء مما أعطته شرعية وطنية كبيرة أدمج كثير من النخب المغربي الاقتصادية يعني ربطها بمصير النظام بالمغربة ثم وضع بذور وهي بداية يعني بداية جانينية لما كان سيكون وما سيصبح تعددية المغربية تعددية في النظام السياسي المغربي هذه الإنقلابات سوف كما قلت سوف تؤثر على والدك لكن هناك بعد ذلك تأتي وعكات صحية ويصاب أولا بتليف كبدي وبعد ذلك بسرطان هو الذي أدى إلى وفاته وهنا جاءت ربرة هذه العلاقة وحتى بداية قطيعة بينك وبين الحسن الثاني لأنك رأيت تعامله مع والدك وقلت أنه كان يهينه في بعض الأحيان لماذا تقول ذلك؟ الواقع أن بقي هذا الغضب في قلبي وغضب بالحق الواقع دفين أحاول أن أحاربه أحاول أن أقضي عليه إلا أن ذكر الوالد في هذه المأساة ثم يعرض لهذه الإهانة لم أفهمها والواقع أن سمحت للملك الحسن لما هو بنفسه مريض كان مريضا ولما رأيت القوة الداخلية لدى هذا الإنسان الوحيد من نوعه الفريد في نوعه ولما التقينا وفي الحقيقة فتح قلبه وقال لي كل شيء قبل وفاته طبع هذه أمور شخصية هذا الكتاب بالمناسبة ليس فيه هي قصة شخصية قوية ولكن ليس هناك أسرار دولة أسرار دولة بالمعنى أنها تمس مصالح الدولة العليا ولذلك لم أكتب عن هذه الأشياء ولكن لعيبة دور كبير وموت الحسن الثاني بالنسبة لي كان أصعب من موت الأمير الملي عبدالله لأن الأمير الملي عبدالله لقنني دروس ولقنني بعض يعني القيم الإنسانية ولكن الحسن الثاني علمني كل شيء احتكاك في سياسة التعامل مع الآخرين الحاذر وكل الأشياء طبعا الذي كان يعرفها والذي علم طبعا سدي محمد الملك محمد السادس الحالي وطبعا منهم الرشد تقول بالفعل أن هذا الكتاب نحس فيه بود كبير كذلك وبحبك للحسن الثاني وهناك علاقة معقدة بين الإعجاب والتحدي في نفس الوقت وتقول كانت لك حوارات صريحة جدا معه لم تنقل منها ربما إلا بعضها هل هي تحدثهم أحيانا عن أشياء تعتبرها اليوم أسرار الدولة لا يجب أن تكون في كتاب مثل هذا نعم إلى حد كبير لكن هي أيضا شخصية 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 وقد لم يأتي الوقت بعد ولم ينضج الوقت لتقال هذه الأمور وبالتالي هذه أيضا مساهمة ولكن المساهمة لازم تكون مسؤولة وإلا فلا تحقق هدافها في بداية الثمانينات تقول أنك تكتشف معنى الفقر يأتي ذلك خصوصا في يونيو 1981 وما يسمى بأحداث دار البيضاء التي جاءت عقب الإضراب الوطنية التي دعت إليه الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي وجاءت بعد ذلك تم تعذيب وتم توقيف إلى غير ذلك كيف أنت تعيش هذه الأحداث مثل الانقلابات اكتشفنا عالم جديد عالم الجيش وعالم استعمال العنف ضدنا في الثمانينات اكتشفنا أن هناك مغاربة يعيشون حالة أخرى يعيشون فقر يعيشون حالة اجتماعية صعبة فطبعا التعلم والنضج السياسي هو مسلسل ليس حدث معين لكن كان هذا الدرس كبير جدا سوف تقرر الانتقال إلى خارج المغرب للدراسة إلى الولايات المتحدة شيء الذي لم يكن يحبثه الملك الحسن الثاني في ذلك الوقت ويقول من الممكن بطبيعة الحال أن تحصل على أدوات الخصم لكن لا يجب أن تفقد روحك المغربية هذا ما جاء يعني كانت هناك عدة فترات بطبيعة حال في هذه الوقت لكن حدثنا فقط ربما عن هذه الحرية التي تتحدث عنها عندما انتقلت إلى الولايات المتحدة وتعيش حياة مختلفة بعيدا عن القصر الملكية هو طبعا أمريكا والعيش في أمريكا وأيضا التعليم الجامعي في أمريكا يختلف لا يختلف عن التعليم الجامعي في مكان آخر إلا أن فرنسا كانت لها علاقة خاصة من المغرب فباريز كانت حينئذن وما تزال ضحية من ضحايا الرباطة والضربدة ولذلك الخروج من هذه الدائرة الضيقة كان بمثابة عالم جديد مليء بالأكسجين وممكنني أن أفتح أفاق أخرى أن أتعلم في نطاق ثقافة أخرى وكانت بالنسبة لي مصدر مصدر غينا قوي جدا ولذلك أسمي برينسا كوالدة الثانية هنا تقول أنك كنت تريد أن تفرد نفسك كأمير وكشخص وكمليه شام وليس فقط ابن مليا عبدالله وهو اسم والدك وأهمية ذلك تكمن في الاستقلال المادري والاقتصادي وهنا تبدأ حربا جديدة لأنك تود أن تكون لك هذه الاستقلالية المادية لكن ذلك صعب لماذا؟ صعب لأن المخزن أو أعود المخزن هو نظام أبوي ومع الأسف مع الأسف هنا نتعثر وهنا نجد إشكالية مع فقر اللغة العربية في العلوم السياسية فهو نظام أبوي ينظم العلاقات بحيث أنه باستعمالها أو استخراجه ل الموارد الاقتصادية فهو يقصي بعد المجموعات ويدمج مجموعات أخرى في هرم السلطة وبنسبة طريقة بالأفراد حتى يبقى هذا السيستام باتخيمونيال الأبوي حتى يبقى مهيمن فأنه يسيطر على موارد وعلى مصادر الموارد للأشخاص فهذا كان ينطبق وكان يطبق لي أيضا للأمير وللعهد أنا ذاك هذا لن يمنعك بطبيعة الحال من تدخل عالم المال والأعمال لكن قلت منذ قليل أنه ربما هناك بعض الأشياء التي لم تبح بها لأنها أسرار دولة لكن هناك يعني هناك محضورات وهناك مواضي حساسة تطرقت إليها داخل هذا الكتاب منها أخذ بعض الأمثلة مثلا موضوع السحراء الغربية موضوع مهم جدا بالنسبة للمغرب فهو بالنسبة للملكية المغربية بطبيعة الحال هنا نتحدث عن التراب وطني وعن مكان منازع تعتبر أنت أن مشروع المسيرة الخضراء التي تحدث عنها منذ قليل التي انتقل فيها مئة الألاف من المغاربة إلى هذه المناطق الصحراوية ليؤكد مغربيتها وتقول أنه تخطيط ذكي لكن في نفس الوقت تقول أن الحسن الثاني حاول أن يضع العالم أمام الأمر الواقع وأنه حاول مثلا تضخيم عدد الناخبين الموالين للحل المغربي إلى غير ذلك حدثنا عن هذه المسيرة المسيرة وعن انتقاداتك لها أولا ليس لدي انتقادات لما يخص المسيرة الخضراء لكن طريقة التعامل مع الملف الصحراء المحطة مشرفة ومحطة عظيمة في تاريخ المغرب ولازم نسجلها ونسجلها بالماء الذهب هذا لا يعني بأنني سوف أقلد وسوف أطبل للخطاب السياسي المغربي مسألة الصحراء المغربية وهي تسمى الصحراء الغربية في العلاقة الدولية لأن لم يتم اعتراف بسيادات المغرب على هذه الأراضي حتى الآن لازم أن نحل هذا المشكل هذا المشكل تحتاج إلى حل لماذا؟ لأنها تشكل حاجز أمام بناء المغرب العربي طبعاً الجزائر لها دور ولكن الحل في الدينة لا يعمل في الجزائر والحل يمر عبر ديمقراطة المغرب ويمر عبر لا مركزية لن أستعبلها الجهوية لأن هذا الخطاب السياسي المغربي دي الوزارة الخارجية ولكن لابد لابد أن ننتقل إلى لامركزية موسعة وعميقة ولكن هذه تمر عبر الديمقراطة المغرب إلا أننا لم نشجع ذلك شجعنا الزبونية والزبونية لا تؤدي لا تؤدي إلى المواطنة بل بالعكس مما ولدت مما ولدت غضب وولدت أيضا المزيد من الإحساس للانفصال لدى السكان هذه المنطقة كيف سنتعامل أقول كيف نستطيع كيف يستطيع المغرب أن يتعامل مع برلمان محلي في الصحراء في الجنوب في حين أنه لا يستطيع أن يتعامل مع موقع إلكتروني حر وهو مثلا جريدة لكم كيف نتصور ذلك هذه هي المشكلة في المغرب هو ديمقراطة المغرب والحاجة لديمقراطة المغرب هو بقاء المخزن وهي الفكرة الأساسية لهذا الكتاب أعوذي بعض الملفات الحساسة ربما لا تتطرق إليها تقوم هنا وتعرض قراءة جديدة وخطيرة لاختطاف واختفاء السياسة المغرب المهدي بن بركة مثلا بالنسبة للمهدي بن بركة أقول فقط أردد فقط ما كتب وما سمعته وما سمعته وما كتب في كتاب لشوفال بلون الحصان الأبيض للدكتور كليغي وحينئذ كان هو الطبيب الخاص للملك الحسن الثاني وأقول فقط أن الحقيقة لابد أن نعرفها وأقول الحكم النهائي بما يخص هذه القضية سوف يكون بعد من تكشف على كل الحقائق واليوم لا نعرف الحقائق علاقة الملكية المغربية بالاقتصاد بشكل عام تعود إليه كثيرا لكن أنت شخصيا تواصل استثماراتك في مشاريع مختلفة وتتحدث هنا عن ملايين الدولارات من مبادرة إلى أخرى ألا تعتقد أن ذلك ينتقد مع بعض انتقاداتك وخصوصا هناك من يرى أن الأمير مولاي هشام كذلك لا يعطي الكثير من التفاصيل عن مشاريعه هو في حين يطلب من الملك محمد السادس مثلا ومن الملكية بشكل عام أن تتقاسم ثرواتها مع الشعب أولا المسئلة النظرية من حيث الفلسفة ومن حيث الأفكار المشكل مشي المال المشكل هو علاقة المال بالدولة أنا غير موجود في الدولة هذا لا يعني أنني كتسمع أنني لا ينبغي أن أحاسب أحاسب ولكن أنا غير موجود في السلطة هذه مسألة اللولة ومن يريد أن يحاسبني فأهلا وسهلا ولكن عبء عبء المسئولية وعبء الإثبات هو على ظهر من يأتي باتهامات مشي عليا بالحديث عن المال لك علاقة خاصة بملكيات أخرى بمنطقة الخليج مثلا عبر كما قلت الوالدة لمياء الصلح التي هي طبعا من لبنان وكذلك عبر صديق الطفولة مثلا محمد بن زايد آل نهيان الذي هو ولي العهد بأبوظبي والذي كان معك في المحهد المولوي بداية وبعد ذلك بطبيعة حال بقيتم أصدقاء كذلك هناك الأمير الأمير وليد بن طلال الذي هو ابن خالتك أعتقد لكن هذه العلاقات التي كانت جيدة وساعدت هذه الملكيات موليه الشام وتتحدث عن ذلك كثيرا بعلاقاتك معهم تغيرت بعد الربيع العربي واعتبروا أنك أصبحت خائنا له أولا أفسر في هذا الكتاب العلاقات التي كانت تجمع بين الأسرة الملكية المغربية وأسرة الخليج وطبعا كانت تعرف هذه العلاقات مثل كل العلاقات أزمات وأروي في الكتاب أروي في الكتاب دور خادم الحرامين الشريفين الملك عبدالله الذي وقف إلى جانبي أثناء عمليتي وهي المسألة ليست مسألة مسألة مالية وليس مسألة أن يتكفل بهذا وبذاك وإنما شخص من هذه الأهمية يمسك بيدك أثناء هذه الأزمة أتحدث أيضا عن محمد بن زيد الذي كان بالنسبة لي وما زال مثل أب أكثر من أخ مثل أب لا شك لا شك أن هناك اضطراب لأن كثير من الإخوان في الخليج يعتقدون بأن الزج بالملكية في هذه الحالة هو الزج بها في إخطار في حين أنا أعتبر أن الإصلاح هو السبيل الوحيد لضمان الملكية الاستقرار ولضمان الملكية البقاء ثم شيء آخر إن الصديق الوفي هو من يقول لك الحقيقة وهو من يقول لك رأيه ليس فقط ما تريد أن تسمعه دعيني أكمل لم يعد أمامنا الكثير من الوقت تفضل لكن باختصار باختصار شديد هناك بعض التقارير قالت تقارير استخبارتها في أدرب مني لأنها قريبة مني استخبارت أنني طردت من الإمارات هل هذا صحيح؟ أنا أطلب منك أن أتخذ لا أسمح لي لم أطرد من أي مكان لكن قد لا يسمح لي للدخول في مكان في أحد الأماكن فالبلدان هذه حرة حرة بسيادتها ولكن بنسترق أنا حر في أرائي ولن يكون مساهمة أو مساومة بما يخص هذه الأراء أمام عن الدقيقة فقط وأود أن أسألك عن شخص غائب وهو مولاي رشيد أخ العاهل المغربي محمد السادس وكذلك كلمة باختصار شديد عن أخيك وشقيقك مولاي إسماعيل الأمير مولاي رشيد أمير بكل ما تحمله الكلمة من معنى أما الأمير مولاي إسماعيل فهو شقيقي اختار طريقه كما أنا اخترت طريقي أنا طرعرعت في ظل جلالة الملك محمد السادس جلالة الملك الحسن الثاني وهو طرعرع في ظل جلالة الملك محمد السادس رب العائلة جزاه الله خيرا شيء أخير الأمير وليد غائب في هذا الكتاب وهو الغائب الثالث لماذا؟ لأن بينه وبينه علاقة ودية عائلية ولكن ليس بينه وبينه تجارة أو علاقة سياسية فهؤلاء ليسوا غائبين أكثر من ما هم متواجدين لكن وجودهم يتماشى مع ثقلهم ومع دورهم في حياتي شكرا لك جزيل شكر سمو الأمير مولاي هشام العلوي على هذا الحوار وهذه السراحة شكرا سيدتي شكرا لك شكرا لكم مشاهدينا شكرا لكل من في غرفة التحكم وذكرية درياس كان معنا من هناك شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء